يقول في كتابه الكريف ومن يعمل مسقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال زرة شرا يرى أحمده هو المالك للحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ووسيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحسكم على تعاده مبع أيها المؤمنون الكرام سبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إياكم محقرات الزنوب فإنهن يتمعنا على الرجل حتى يهلقنا في هذا الحديث الشريف يحذر النبي عليه السلام من آقبة اختقار الزنب مهما صغر في نظر فعلي لأن اختقار الزنب يؤدي إلى الاستهانة به ومن سم فعله والإسرار عليه وقد بينا نبي عليه السلام أن الزنب الذي يكرره فاعله باعتباره شيئاً هيناً إن التمعت على فاعله يهلق والعياذ بالله فلينظر المسلم إلى نفسه ينظر إلى معاص استهان بها وليعلم أنها إن الجماعة وأحز بها أهل قده ما لم يتب إلا الله منها وفي خطبته يذكرنا سيدنا إمام الله عليه الصلاة والسلام بالحقق التي لو أخذنا بها في الاعتبار لن نستصغير زنبان ولا نستحانو به مهما صغر في نظرنا فقال عليه السلام مذكيراً إيانا وكاتب العمل والقول لا يغفلاني ساعة ولا يتركاني شازة ولا فزة سيدناً ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر